عاجل منذ قليل كوريا الشمالية تستعد ممنوع الدحك بننشر التفاصيل وعاجل الرئيس السيسي بيكشف عن أراضي حصلت عليها الدولة من الجيش دون تعويض ونداء عاجل الآن للمصريين بسبب التعنت الأوكراني وبلاغ عاجل ضد عضو السابق بحزب الوفد سخر من مبادرات السيسي وبيان عاجل من الحكومة المصرية لجميع المصريين بشكل الأرصاب بننشر التفاصيل ومحمد صلاح بيفاجئ الجميع وبيكشف عن الفارق بين منتخب مصر وليفربول في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل ألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر نبدأ بأول خبر معانا وعاجل منذ قليل كوريا الشمالية تستعد ممنوع الضحك بننشر التفاصيل وطالب الحزب الحاكم في كوريا الشمالية جميع المسؤولين بالاستعداد للتعبئة العامة بعد تظاهر علاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية ما تفعله روسيا في أوكرانيا بحسب كالة الأنباء الروسية سبوتنيك نقلت إزاعة أسيا الحرة عن مسؤولين حكوميين في بيونج يانج قولهم إن السلطات الكورية الشمالية انتظرت أياما لتخبر المواطنين بشأن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا التي تهدف إلى نزع سلاح كيف وإبعاد تهددها وقال المسؤولون إن السلطات أخبرت أعضاء حزب العمال الكوري الحاكم فقط في البداية خلال اجتماعات خاصة ثم نشرت المعلومات لاحقا عبر الأعضاء الذين عادة ما يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة انطلقت العمليات الروسية في الرابع والعشرين من فبراير ولكن بيونج يانج لم تخبر أعضاء الحزب بعد نقل الخبر إلى أعضاء الحزب في مقاطعة هامجيونج الشمالية الشرقية بدأ ينتشر بسرعة بين الجمهور حسب ما قال أحد السكان لإذاعة أسيا الحرة المصدر معانا كان من اليوم السابع والآن فعلا رسميا كوريا الشمالية تستعد وتعلن التعبئة العامة وسط ما يحدث الآن بين روسيا والدول الغربية انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الرئيس السيسي بيكشف عن أراضي حصلت عليها الدولة من الجيش دون تعويض كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حصول الدولة على أراضي تابعة للجيش دون تعويض لتوسيع الطرق الرئيس السيسي أضاف خلال كلمة لي أسهل طريق عندي كان بيتعمل لما يقولولي في وحدة عسكرية جنبه فبقولهم خدوا من الوحدة وتابع طريق السويس من أول كبر المشير أبو غزالة حتى كبر الدائر المسافة كلها سواء أراضي الجيش والهيئة العامة العربية للتصنيع تساوي أربعة أو خمسة مليار جنيه وأكد أن الدولة تسعى إلى حل أزمة الإزدحام المروري في القاهرة وكل المحافظات أضاف إحنا بنحاول نحل الزحمة مش في القاهرة بس لكن في الإسكندرية وبورسعيد المصدر معنا كان من الوفد والرئيس السيسي بيعلن أن فيه أراضي بتبتاخد من الجيش عشان يتم إنشاء عليها المشروعات أو توسعة الطرق أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر ونداء عاجل الآن للمصريين بسبب التعنت الأوكراني وجهت سفارة مصر في رومانيا نداء عاجلا للمصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا مما انفقدوا جوازات سفرهم وطلبت السفارة المصريين بتجنب الدخول من نقطة الدخول الرومانية لساكا حيث تبدي شرطة الحدود الأوكرانية عند النقطة الأوكرانية تعنتا شديدا مع تلك الحالات ويرفضون عبورهم إلى الجانب الروماني وكانت السفارة ببخاريست قد نشدت في تنويه نشرته على صفحتها على فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم المواطنين المصريين القادمين من الحدود الأوكرانية البخاريست ضرورة إبلاغ السفارة قبل تحركه من النقطة الحدودية بوقت كاف وكذلك الإفادة بموعد الوصول لبخاريست قبلها بساعتين على الأقل حتى يتسنى تدبير أماكن الإقامة المصادر أكدت أن المعلومات الخاصة بوصول أو تسكين أو تحرك المواطنين سيكون من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك أو رقم الطوارئ فقط كما طالبت السفارة من كل الطلبة المصريين المتواجدين حاليا بالمدن الجامعية الرومانية الالتزام التام بقواعد وتعليمات المدن الجامعية منعا لحدوث أي مشكلات مع السلطات الرومانية المصدر معانا كم من الشروق أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الحكومة المصرية لجميع المصريين بشأن الأرصاد ويتوقع خضراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمال الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة دافئ على جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ على شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء هيئة الأرصاد الجوية قالت أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سينة وشمال وجنوب الصعيد ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وتسجل درجة الحرارة العزمة بقاهرة 23 درجة والسهرة 13 درجة المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وبلاغ عاجل ضد عضو سابق بحزب الوفد سخيرة من مبادرات الرئيس السيسي تقدم المحامي المصري رضا سلامة ببلاغ عاجل لنائب العام يطالب فيه بفتح تحقيق مع عضو حزب الوفد المفصول محمد مهاود بتهمة الإضرار بأمن البلاد والسخرية من مبادرات الرئيس السيسي ولفت المحامي إلى أن العضو المفصول من حزب الوفد بدأ على السخرية الدائمة من مبادرة حياة كريمة من خلال صفحته على فيسبوك والمسمى يحياء الوفد قال فبدلا من أن ينضم لصفوف شرفاء الوطن انضم لأعداء الوطن ساخرا من مبادرة الرئيس وأسماها حياة أميرة بدلا من حياة كريمة فما الذي يدفع هذا الشخص للإساءة لوطنه والسخرية من مبادرة رئيسه بل وازدراء أهل أبناء شعب مصر لذا نطالب بالتصدي لهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه مصدر معنا كان من قهر 24 وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض القبر آخر ومحمد صلاح بيفاجئ الجميع وبيكشف عن الفارق بين منتخب مصر وليفربول أكد النجم المصري محمد صلاح أنه لا يوجد اختلاف بين ما يقدمه مع منتخب مصر وفريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ربدا على الانتقاضات حول ضعف أداؤه مع منتخب مصر محمد صلاح قال في مقابلة مع الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قرار دي ام سي ربدا على سؤال من أحد الجمهير الذي مفاده لماذا يختلف مستوات مع ليفربول عن نظيره في منتخب مصر قال إنه لا يوجد اختلاف بين مستوية في ليفربول وما أقدمه مع منتخب مصر واستشهد بقوله أرقامي مع منتخب مصر كبيرة وتفوق أي لاعب سواء سابق أو حالي أضاف محمد صلاح أنا ثاني أكثر اللاعبين تسجينا للأهداف في تاريخ منتخب مصر بعد حسام حسن فكيف أكون مقصرا؟ المصدر معنا كان من بعض الوكالات وأترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر طبعا محمد صلاح نجم كبير جدا وبيشرف مصر ربنا أحفظه ويحميه إن شاء الله جينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا إي بي على فيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الإس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته